اشتركوا في القناة ولكن في البداية سنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم معانا منها أنصار النظام البايت يقتهمون مقرب عالية في شندي ونجان المحاومة في الخرطوم تتهم أنصار النظام البايت باستغلال المظاهرات استمرار إغلاق طريقة الخرطوم برسودان اليوم الثالث واحتجاجات في الدلج بجنوب كردفان بسبب أزمة الماء أزلة كاملة لمدينة الجنينة لليوم الخامس بسبب الاعتصام وإغلاق تام للطرق البرية والملاحة الجوية إلى الجنينة الحرية والتغيير تجيز قائمة برشعيها لمجلس المزراء واستمرار مسائيه الثورية للتوافق على ملف السلطة والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو تبنغ اتفق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في اجتماعه بالقصر الجمهوري أمس برئاسة البرحان على مصفوفة زمنية محددة لاستكمال هياكل الفترة الانتقالية المجلس السيادي مجلس الوزراء والمجلس التجريعي والولاء وحددت المصفوفة يوم الأحطى القادم لطرح برنامج الحكومة بينما حددت يوم الخميس القادم موعدا لاستكمال تشكيل مجلسية السيادة والوزراء وتقرر وفقا للمصفوفة تكوين المجلس التجريعي والمفوضيات منتصف الشهر القادم كشفت مصادر عن إجازة المجلس المركزي للحرية والتغيير أمس قائمة ترشيحات مجلس الوزراء فيما لا تزال الوساطة تفزو المساعي لتوافق أطراف العملية السلمية على قائمة المرشحين وأوضحت المصادر أن حزب الأم حاز على أربع مزارات من جهته أعلن تجمع القوى المدنية سحابه من اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير والخاص بإجازة ترشيحات مجلس الوزراء وعزى ذلك في تصريح صحفي لاعتماد الترشيحات على المحاصصة الحزبية وعلى معيار الالتزام الحزبي بدلا على الكفاءة ونوهوا إلى الإخلال بمعيار تمثيل النساء بما لا يقيل عن 40% فيما بلغت نسبة المشاركة الحالية في قائمة الترشيحات 11% فقط بواقع 6 نساء من أصل 59 مرشحا كما آلن الحزب الوطني لاتحاد انسحابه من اجتماع المجلس المركزي لقوى التغيير وصحب مرشحيه أصيب خضر المعمون خضر عضو لجان المقاومة بمدينة شندي بولاة نهر النيل في اجتباكات بين لجان المقاومة ومناصري النظام البائد أمس الخميس وقال مختار عبدالله عضو لجان مقاومة شندي لراديو دابانجا إن لجان المقاومة بشندي نظمت فعالية للتعايش السلمي وهاجمت عليها مجموعة من علاصر النظام البائد ما أدى إلى إصابة خضر عضو لجان المقاومة وأشار إلى تدخل الشرطة مستخدماً البومبان والقنابل الصوتية في تفريق الاجتباكات وتسبب الحادث في لغاء زيارة لجنة أمن ولاية نهر النيل ووفد قيادي لاشندي برأسة وضو مجلس السيادة عايشة موسى ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي يذكر أن الوفد وصل مدينة الدامر وأضبر في إطار مساندته والية الولاية بعد مطالبات بقالته على خلفية احتجاز هذا القيادات بواسطة لجنة تفكيك التمكين وأضاف مقتار عبدالله وضو لجان المقاومة بشندي لراجو دابانجا في هذا الخصوص الفعالية كانت بخصوص التعايش في الفيلم جاءوا جماعة وهم تغريباً كلهم ينتموا للنظام السابق يعترضوا المسار بتاع الحاجة فهم يتدخلوا بيصور عنه فكده ونحن لما نتصدقنا عليهم تدخلت الشرطة وحسمت الموضوع وفي جنوب كردفان شهدت مدينة الدنين أمس احتجاجات واغلاق بيارة الماء بسبب انقطاع مياه الشرب واتهم المحتجون إدارة المياه بقطع لمداد الماء عن المواطنين بغرة الاستثمار فيها عن طريق عربات الكارو وقال مواطنون في الدنين لراجو دابنغا أن المدينة تشهد منذ عسابي أزمة حادة في مياه الشرب مع ارتفاع سعر برميل الماء إلى 200 جنيه وأشار أن أزمة المياه دفعت المواطنين للاحتجاج وقفل البيارة الرئيسية بالمدينة مطالبين بفتح شبكة المياه وإيقاف البيع عبر الكارو واتأخذت اتدارة المياه بعادة سياب المياه في الشبكة خلال اليومين المقبلين وأضاف مواطن من الدنين لراجو دابنغا في هذا الخصوص اعتبرت تنسيقية لجان المقاوم بالجنانة استخدام الجبائل في الاعتصامات والمطالبات السياسية ردة صريحة على الثورة التي تتجاوز الانتمعات الإسطنية بما يفتح الباب واسعا على مصرعه لتغتلات إسطنية مماثلة في المستقبل وأعلنت ببيان لها رفض إغلاق الطرق الرئيسية التي تربط الولاية بالمحليات والولايات الأخرى وقالت من ذلك أدى لإيقاف إمداد الولاية بالمواد الأساسية وخاصة الطبية وتعطيل حركة المواطنين وحقهم في التنقل وحرمانهم من وسائل كذب عيشهم وأشرت الانقسام مجتمع ولايات غربي دارفور حول الاعتصام الذي يجري في الجنينة موضحة أن الاعتصام بدأ بإسم مكونات قابلية ويقوده عدد من أنصار النظام البائد وأكدت تمسكها ودعمها لوالي الولاية محمد عبدالله الدومة الذي أتت به قوى ثورية ولم تأتي به المكونات الاجتماعية الموجودة على مستوى الولاية تسبب اعتصام القبائل العربي في الجنينة الذي يستمر ليومه الخامس في عزلة تامة للمدينة عن بقية المحليات والولايات بعد إغلاق جميع الطرق والجسور والمداخل الرئيسية بجانب حركة الملاحة الجوية ويطالب المعتصمون بقالة الوالي ويبعاد معسكرات النازحين من المدينة وإعادة هيكلة قوات الشرطة وأقر المعتصمون بأن إغلاق الطرق تسبب في معاناة المواطنين مطالبين الحكومة بالإسراء بتلبية مطالبهم الأساسية قالت مبادرة كل البلد دارفور أن أحداث العنف المؤسفة التي حدثت في ولاياتي الغربي وجنوب دارفور الجنينة وغريضا وترتبت عليها أوضاع إنسانية بالقة السود تحتاج لوقفة من كل المجتمع السوداني ونشهد دكتور جعفر محمد فرح حضو لجنة المبادرة في ممبر سونة أمس قطاعات المجتمع وكياناته المختلفة للانخراط في هذه المبادرة ودعا للمشاركة في تقديم العن العاجل والاحتياجات الضرورية المنقذة للحياة توقفت حركة الشاهنات والبصات السفرية بين الخرطوم وبرسودان لليوم الثالث على التوالي بسبب إغلاق الطريق بواسطة مناصري رئيس وزراء النظام البائد محمد طاهر إيلا وقال مواطنون لراديو دابانجي من إغلاق الطريق تسبب في تفاق معاناة المسافرين من برسودان إلى بقية الولايات كما أدت لتأخير شاهنات الوحود المتجهة من مينا برسودان إلى الخرطوم وأدى إغلاق الطريق لارتفاع سعير التسكرة في عربات نصف النقل البكاسي من سينكات برسودان إلى 2 ألف جنيه للفرق والتاكسي إلى خمسة ألاف كما تسبب في ارتفاع سعار السلعة في منطقة سينكات والمناطق المجاورة لها والتي تعتمد على جلب المواد من برسودان وعادت حركة المرور مرة أخرى وفتح الطريق القومي عمام حركة الشاحنات مساء أمس تواصلت الاحتجاجات وإغلاق الطرق والكبار في الخرطوم وعادت من المدن بسبب ترد الأوضاع المائشية وزيادة أسعار الخبز والجازولين واتهمت عادت من فرعيات لجان المقاوم منصوبين نظام البايد بإغلاق الطرق وأغلق المحتجون كبر الفتحاب الذي يربط بين الخرطوم ومدرمان فيما سيرت مجموعة موكبا إلى مقر لجنة زالة التمكين في الخرطوم وتنوعت مطالب المحتجين بين المطالب بتحسين الوضع الاقتصادي وإسقاط الحكومة الحالية أدانت لجان أحياء بحري بشدة من وصفتهم بالمخربين والمغردين الذين يستغلون هذه الأزمة للتحدي على المواطنين وممتلكاتهم ورفل شعارات تمكين العسكر من السلطة وإعتبرت ذلك محاولات بائسة من فلول النظام البايد ومتربصين لدق اسفين الفتنة بين القوى الثورية وحاضنتها الجماهيرية دعية للمزيد من التنظيم والاستفاف والتشبيك لعزل هذه العناصر ومحاصرتها وكشف مخططاتها وآلت لجان أحياء بحري تسيير مواكب يوم السبت للقصر الجمهوري ومجلس الوزراء لإسقاط سياسات رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية وأضاف أحد المشاركين في الاحتجاجات نقوم بإصدقاء المشاركين في القوى الثوري ومعلكي الفتنة بين القوى الثورية وقالت ازمة الوقود في العاصمة الخرطوم وعدت من مدن البلايات فيما شهدت ازمة الخبز انفراجا ملحوظا فيما شهدت اسعار السرع والخضروات ارتفاعا مضطردا بسبب الترحيل وصدكسات ملحوظ وكشف المواطنون عن استمرار صفوف العربات لساعات طويلة امام محطات الوقود ودعا المواطنون لتفعيل آليات الرقابة وضبط منافس التوزيع وقال عامل في محطة الوقود ان هناك وفر في البنزين وشحن في الجازولين نتيجة للاستحلاق العالم قارنة بالكمية واوضح ان حصة المحطة من الجازولين 4000 جالون في اليوم واوضح ان هناك بعض المحطات تنفت كمياتها ما يؤدي لتكدس المركبات بالطلمبات واضاف احد البعاء في سوق بحري بيع وشيرة ما فيه قوة بتاعت بيع وشيرة ما فيه يلا الخضرات والله ان الشراء غالي ان الجبر لبيعها رخيصة لانه ناس ما فيه زادهم بيشتروا الوضع شوية كده والله ناس سيولة ما عندهم ناس تعبانين والخضرات بيحسب يجدوا والله نجيبوا قال الاسد زي الجزر ده بقولوا الجاز يعني الربط من هنا كان بمئتين لحد هنا والله انه من توصلنا بتحصل سبعمية جنيه لانه لما انتزعانه انا جماعة لاشنو كده بقول لك يا اخي الجاز بقول لك الجاز ما في وداك ما في عشان كده بيرفعوا لنا زعارة دي الخضرات الجاي من غادي طلبت لجان المقاومة محلية الميرم بولاد غرب كردفان بتوفير الخدمات الاساسية جاء ذلك خلال زيارة والي ولاية حامد عبد الرحمن برفقة السفير الكندي الى المحلية امس الخميس وطلبت اللجان اثناء اللقاء الجماهيري الوالي بتوفير مياه الشرق وداهل المرافق الصحية والتعليمية اضافة الى انشاء طريق الميرم المجلد واشاروا الى لجوئهم الى دولة جنوب السودان بحثا عن الماء كشفت وساطة جنوب السودان التوصل الى توافق كامل بين اطراف عملية سلام جوبا حول قيام اليات تنفيذ الاتفاقية والعناصر الممثلة فيها من اطراف عملية السلام واضاف طيوم طوب في تصريحات عقب نقائه رئيس مجلس السيادة البرحان امس ان الاطراف توافقت ايضا على البرشحين للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية بجانب لجان المسارات المختلفة في دارفور ومنطقتين نيلة الازرق وجنوب كرنفان بالاضافة الى مسارات الوسط والشمال والشري مشيرا الى ان انشاء هذه الاليات سيساعد في تنفيذ الاتفاقيات التي تضمنتها اتفاقية جوبا وقال ان الوساطة تبزل مسائيها من اجل التوصل الى توافق حول ملف تقاسم السلطة واكد موطوك وجود ارادة قوية من كل الاطراف للمصول الى توافق حول هذا الموضوع واضاف ان اللقاء تناول اتفاق الشرك باعتبار انه مهم في المعادلة السياسية وضرورة وجود مكوناته في العملية السلمية بالبلاد الخبر الاخير في النشرة حددت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة الاول من مارس كاخر يوم وموت لتقمين اوطاع العربات غير المقننة وبعدها ستتم المصادرة وقال الفريق عبدالحادي ابض الله المقرر والمنسق الفني للجنة الاعلامية ان العربات غير المقننة ظاهرة مسيئة وحولت البلاد الى مكب لنفاعيات العربات بجانب تبديدها لأموال طائلة بالعملة الصعبة واوضح ان عربات الدفع الروبارية عربات قتالية يمنع استخدام بواسطة المواطنين والجهاد الخاصة وان الاتجاه السايد هو شراء هذه العربات من اصحابه وتمليكه للأجهزة النظامية وقال ان التهريب والمخدرات والدراجات البخارية التي تستخدم في عمليات السلب والنهب تعاد من الظواهر الساربة التي تسعى اللجنة لمكافحتها والقضاء عليها استمعننا العزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الاخبار التي قدمناها لكم مجرد جودبانجا والى اللقاء